شهر تلو الآخر يحبط العراقيون بإحصائيات ثقيلة لحالات الطلاقة التي أخذت تزداد بشكل مرعب ومفزع في السنوات الأخيرة لتنظر تلك الإحصائيات بخطر حقيقي يهدد الاستقرار المجتمعي ومستقبل الأسر العراقية ويفتح الباب على مصرعيه أمام جملة من المشكلات والأزمات يصعب حلها أو السيطرة عليها فخلال خمسة أشهر من العام 2024 سجلت المحاكم العراقية 32202 من حالات طلاق سجل فيها شهر كانون الثاني 7453 حالة طلاق في حين سجل شباط 6324 حالة وأذار 6222 حالة بينما سجل شهر نيسان 5537 حالة طلاق وأخيرا شهر آيار الفائت الذي سجل 6666 حالة طلاق هذه الأرقام والنسب شكلت صدمة لدى الجميع حيث تشير الإحصائيات الرسمية بأن معدل حالات الطلاق خلال العام الحالي ارتفع إلى مئتين واثنتين وعشرين حالة طلاق كل يوم سواء كانت في المحاكم أو خارجها وأكثر من تسع حالات في ساعة الواحدة فيما تتصدر العاصمة بغداد قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً لحالات الطلاق ولكن ما الأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع العراقي؟ بحثون اجتماعيون يؤكدون أن التوظيف السيئة للتكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي تخلف مشاكل أسرية تفضي إلى الطلاق في حالات كثيرة جراء الخيانات الزوجية والابتزاز الإلكتروني إلى جانب الزواج المبكر للقاصرين علاوة على البطالة والفقر لا سيما بين الفئات الأقل تعليماً وبالعودة إلى العامين الماضيين فقد سجل العراق على مدى عامين متتاليين هما 2022 و 2023 أكثر من 150 ألف حالة طلاق في أرقام تنظر بمؤشرات أسوأ ما لم تتضافر الجهود لزيادة الوعي والتثقيف بالحياة الزوجية وتكثيف نشاط منظمات المجتمع المدني لتوعية المقبلين على الزواج وتزويدهم بمعلومات تساعدهم على خوض تجربة الزواج بطريقة اجتماعية رصيلة